بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلاً وسهلاً بحضراتكم جميعاً ده اللقاء التالت تقريباً ضمن شروحات الكورس التاني من Microsoft SQL Server اليوم هنتكلم على الـ functions والـ functions يا جماعة بالضبط زيها زي الـ stored procedures اللي اشتغلنا عليها في الفيديوهين السابقين إلا إن الميزة في الفونكشن هي حاجتين حاجة الأولى إن الفونكشن must return a value الفونكشن برضو عبارة عن كود جاهز والكود ده المفروض بيضيضم statement أو أكتر والغرض من هذا الكود هو تنفيذ task معينة زي ما احنا شفنا كده أما كنا بنشتغل مع الـ procedure إحنا كان عندنا كود الكود ده المفروض بينفذ task معينة وبنحتاج ننفذه كتير فحطناه في stored procedure وبعدين أصبحنا بعد كده لما نعوز نستخدم هذا الكود كل اللي بنعمله إن احنا بنعمل call أو execute للبروسيجر دي صح كده؟ الفكرة نفسها هي هي الفونكشن بالضبط نفس الموضوع الفونكشن كود جاهز أنا كتبته مرة أو حتى كان مكتوب built-in في SQL Server والكود ده بيؤدي أو بيونجز task معينة وأنا لما احتاج أنفذ الـ task دي كل اللي أنا محتاجه إن أنا أعمل كل الفونكشن دي طيب الفونكشن زي ما قلت هي بقى هو ده المهم اللي عاوزك تنتبه له إن هي بتتميز بحاجتين مهمين عن البروسيجر الحاجة الأولى إن الفونكشن must return a value يعني ما ينفعش يكون عندك فونكشن ملهاش return value دي أول حاجة الحاجة الثانية إن الفونكشن تقدر تستخدمها داخل الـ select statement بتاعتك فتقدر تستفيد من الـ return value بتاعتك داخل الـ select statement والكلام ده أنت عملته قبل كده بس أنت ناسي عملته فين؟ عملته لما كنا بنشتغل على الـ aggregate functions فاكرين الماكس والمينمم والصم والأفريج والكاونت صح؟ دول كان اسمهم إيه كلهم؟ aggregate functions كانت وظيفتهم إيه؟ ها وظيفتهم إن هم بنستدعيهم عشان يعملونا بعض الـ statistics أو الإحصائيات عن البيانات اللي موجودة عندي في الجدول صح؟ فكنا مثلا نقول إحنا عاوزين مجموع الرواتب فنقول له select sum ونفتح قسين ونديله اسم العمود اللي هو مثلا السالري فكان هو يجمع لنا مجموع القيم اللي في السالري ويرجع لنا value واحد فإذا قادي function هاي انت استخدمتها بالفعل في الـ select statement بتاعتك والـ function دي عملت return value بالفعل إن هي رجعت لك مجموع القيم اللي في هذا العمود صح ولا لا؟ فاكرين الكلام ده؟ تعال نروح كده حتى نذكر بعضنا بالـ aggregate functions ونكمل كلامنا بقى الجديد اللي عاوزين نتعلمه دلوقتي تعال نروح كده بسرعة على SQL Server Management Studio ونجرب احنا عندنا الجدول اللي اسمه product ده في بيانات المنتجات ومن ضمنها فيه list price صح؟ فكنا لو فاكرين كنا بنيجي نقول له ايه؟ مثلا يعني احنا عاوزين نجيب أعلى سعر فكنا نقول له select max ونديله العمود اللي اسمه list price يبقى كده هجيب لك أعلى سعر طب عاوزين نجيب أقل سعر فكنا برضه نكتب minimum ادي اسمه الـ function ونديله العمود اللي احنا عاوزين نشتغل عليه اللي هو list price طب عاوزين نجيب مجموع prices يبقى sum of list price طب عاوزين نجيب المتوسط ادي الـ average بتاع list price صح ولا ايه؟ فكل دي كانت امثل على ايه؟ functions موجودة جاهزة في السيكول سيرفر وكل اللي عليك ان انت استدعتها داخل الـ select statement عشان تستفيد منه طبعا كنا بنكمل بقى الجملة بنقول له from ونكتب اسم الجدول بتاعنا اللي هو production.product اهو طبعا كده نعمل run ونشوف الدنيا اهو فاكر اهو دي كلها ايه بقى؟ دي الـ return value بتاعت الـ max function ودي ايه؟ الـ return value بتاعت الـ minimum function ودي الـ return value بتاعت الـ sum ودي الـ return value بتاعت الـ average يبقى اذا دلوقتي زي ما قلت اللي بيميز الـ function عن الـ stored procedure ان الـ function لازم تـ return value والحاجة التانية ان الـ function ممكن استدعيها داخل الـ select statement بتاعتي واستفيد من الـ return value بتاعتها خلاص؟ طيب لعنا بقى نرجع لعنوان الدرس بتاعنا تعال نرجع تاني لعنوان الدرس بتاعنا عنوان الدرس بتاعنا بيقول ايه؟ ان احنا هنتكلم على الـ built-in functions ده معنى ايه؟ قالك الـ functions عندنا في الـ SQL Server نوعين في عندنا built-in functions ودي معناها functions يوم موجودة جاهزة في الـ SQL Server وحضرتك كل اللي هتعمله ان انت تعمل لها استدعاء بالشكل الصحيح وتستفيد منها وفي نوع تاني اللي هو الـ user defined functions ودي معناها الـ functions اللي انا هكتبها بنفسي عشان تؤديلي task معينة حسب احتياجاتي زي ما كنا بنعمل كده في الـ stored procedure خلاص؟ طيب احنا النهاردة هناخد فكرة على الـ built-in functions والمرة الجاية هنتعلم ازاي نعمل احنا functions خاصة بنا اللي هي بقى النوع التاني اللي اسمه ايه؟ user defined functions طيب قالك احنا عندنا بعض الـ functions بنستخدمها مع الـ strings عارف الـ string اللي هو text يعني عندك functions مخصوصة للتعامل مع الـ string وعندك functions مخصوصة للتعامل مع الـ date وعندك functions تخص الـ numeric التعامل مع الارقام وعندك functions اسمها system functions دي بقى اللي انت ممكن تحتاجها مثلا عشان تعمل تحويل من data type ل data type اخر او ما شابه خلاص؟ طيب فلنا نروح على التوتوريال بتاعنا وناخد فكرة كده عن كل نوع من الانواع دي ونجرب مثال او اتنين وطبعا هو تجربة مثال او اتنين كفاية لان استخدام الـ functions دي كلها بيكون بنفس الطريقة طيب امال انا عاوز اتعلم ايه؟ انا عاوزك تمر بعنيك على كل الـ functions اللي موجودة تقريبا اللي تخص الـ string والdate والـ numeric والـ system بحيث تبقى عارف ان الـ functions دي موجودة عندك بحيث فيما بعد لما يطلب منك تاسك التاسك دي فيها شغل على الـ strings او فيها شغل على الـ date او فيها شغل على الـ الارقام او او تبقى عارف ان في عندك functions جاهزة بتؤدي التاسك دي وبالتالي تروح مباشرة تعرف اسم الـ functions والـ syntax بتاعها وتستخدمها وتوفر وقتك ومجهودك لكن مفيش واحد في الدنيا هتلاقيه ملم بكل الـ functions مفيش واحد في الدنيا هتلاقيه عارف كل الـ functions بتشتغل ازاي لكن ممكن اكون عارف الى حد كبير الـ functions الاكثر استخداماً اوكي فاذا بوجود التوتوريالز على الانترنت ببساطة تقدر تجيب الـ functions الخص الـ string والـ date او الـ numeric او 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 تعال نروح على التوتوريال بتاعنا ونشوف او احنا عندنا في التوتوريال بتاعنا قالك هنعرفك هنا على الـ SQL Server functions في الاول قال لي هعرفك على الـ aggregate functions والـ aggregate functions احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل في الكورس الاول وبرضو بكرر تاني اللينك او الرابط بتاع الكورس الاول هتلاقيه موجود في الوصف اسفل الفيديو لو حبيت ان انت تتابع الكورس الاول طيب تعال نروح نشوف كده مثلا الـ string functions نشوف قالك هنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من الـ functions وظيفتها ان هي تشتغلك على الـ strings تقدر تعمل في الـ strings حاجات كتير قوي باستخدام الـ functions دي او ريت مثال كده على اشهرهم يعني عندنا حاجة مثلا اسمها lower الـ lower دي بتعمل ايه هتاخد الكلمة منك تحولها لك لـ small وفي عندك عكسها اللي هو الـ upper الـ upper دي هتعمل ايه من اسمها كده هتاخد الكلمة عندك او الجملة عندك لو small وتحولها لك الى capital شايف؟ طيب يعني انا عاوز افراجك بس على مثال بسيط وانت هتشوف بعد كده ان كله بيتنفس بنفس الطريقة يعني انا لو روحت انا وانت هنا على SQL Server Management Studio بتاعنا وكتبنا قلنا لو احنا عاوزين نسيلكت مثلا الـ first name اهو والـ last name اللي هو اسم الاول والاسم الاخير وكمان الـ email from الجدول بتاعنا اللي هو اسمه sales.customers اوكي؟ طيب تعالا نتفرق كده على الـ output بتاع الجملة دي اه دي اهو بيانات عادية خالص الاسم الاول الاسم الاخير الـ email طيب بص بقا هافترض ان انا حبيت الـ first name والـ last name دول اخليهم capital مثلا يعني اعمل ايه؟ قالك ممكن تكتب هنا upper طيب upper دي function ليها input؟ اه ايه الـ input؟ الـ input هو الكلمة او اسم العمود اللي انت عاوز تحول الكيس بتاعة الـ values اللي فيه انا عاوز احول الكيس كيس يعني ايه؟ حالة الحرف capital ولا small عاوز احول الكيس بتاعة الـ values اللي موجودة في الـ first name الى upper ونفس الكلام ممكن اكرره هنا اقوله هنا برضو upper للـ last name خليلي الـ first name والـ last name يبقى capital طبعا احنا ملاحظين هنا انه هما مش capital طيب تعال نجرب تاني لو عملنا execute اهو شايف ايه اللي حصل خللنا الـ first name والـ last name الـ 2 capital صح يا جمعة يبقى اهو ادي مثال تقولي طيب احنا عاوزين نخلي الـ first name مثلا هو الـ upper والتاني ده lower ماشي براحتك زي ما انت عاوز اهو تعالنا نعمل execute اهو فهنا ده capital الـ first name وخلينا الـ last name بتاعنا ايه؟ lower فادي مثاله هو مشهور يبقى انت هنا بتكتب اسم الفونكشن وتفتح الاقواس ويا اما تديها كلمة او جملة من عندك او ان انت تدي لها اسم عمود وتقول لها اشتغلي على الـ values اللي في هذا العمود يعني احنا لو جينا قلنا كده select الـ upper بتاع الـ string ده وروح تانا فاتح قسين فاتح اسم single code وروح كاتب مثلا my name is محمد اهو مثلا يعني هل ده ينفع اهو ينفع دي نجرب كده نعمل execute ايه اللي حصل اهو الجملة اللي مكتوبة دي حولها لي الى upper يبقى اذا الـ string ده يعتبر input وهو حوله الى capital والreturn value هي اللي ظهرت قدامك وطبعا بطبيعة الحال زي ما قلنا قبل كده انت ممكن تحط alias name لو عاوز الـ output يبقى شكله لطيف هنا مكتوب في الـ header بتاع الـ column فممكن تحط alias name لو عاوز يعني مثلا اهو ممكن اقول اهو sentence in capital letters مثلا يعني عشان اقول ده ايه بالظبط هاي بتيجي نجرب كده نعمل run اهو شايف بقى الـ header اهو sentence in capital letters فيعني لو حابب تحط alias name عشان تغير اسم الـ column او تعدل فيه عند عرض الـ طيب تعال نرجع تاني ونتفرج على functions اخرى عندنا كمان من functions المشهورة جدا اللي احنا بنحتاجها كتير الconcat الconcat دي بتستخدم ليه لو انت عاوز تضم اكتر من جملة او اكتر من كلمة مع بعض وتخليهم يظهروا في column واحد ماشي برضو دي معروفة ومشهورة لو ضغطت على الconcat كده ودخلت هتلاقي الـ syntax تكسبتها واضح جدا قالك اهو انت كل العملية اللي انت هتحدد الـ input string الاول الـ input string الثاني التالت الرابع الخامس زي ما انت عاوز اي عدد من الـ strings عاوز تحطوهم مع بعض تقدر تستخدم الـ function اللي اسمها ايه كونكات اوكي تقدر تستخدم الـ function اسمها كونكات يعني هنا عمل ايه هو عمل كونكات للـ first name ومسافة ثم عمل كونكات كمان للـ last name فهو عاوز يطبع الاسم كاملا فقالك خلاص ضمننا الـ first name والـ last name وحط ما بينهم space مع بعض وسمنا الـ output ده full name اهو كونكات دي مشهورة جدا لو جينا حتى خدنا الكود ده كوبي مش محتاج بقى يعني لانا لازم اكتب كل حاجة خلاص احنا ما شاء الله المراحل دي بقى مرنا بيها اهو لو انا جيت حطيت هنا control v اوكي تعالا نعمل run كده اهو اعمل execute فقال لك اهو شايف الفول name عبارة عن ايه الاسم الاول ثم حط space ثم اضاف اليه الاسم الثاني اه دي اهو استخدام للكونكات دي مشهورة جدا وبنحتاجها كتير جدا طيب نشوف غيرها عندنا مثلا من الحاجات المشهورة اوه برضه هو انك انت تجيب الcharacter index تعالا نشوف كده الcharacter index ايه الcharacter index لو انت بتبحث على string معين بتبحث عن string معين يعني بص هنا كده تعالا نشوف شايف هنا سبيل المثال هو هنا بيدور على الكلمة اللي اسمها SQL هل هي موجودة في الجملة دي ولا لا لو موجودة هيرجع له الposition بتاعها الposition يعني ايه هيقول له انا لقيت الكلمة دي فين بالظبط فهنا مثلا قال له الposition واحد لانه هو لقى الكلمة اللي اسمها SQL هي اول ها ظهوره في الجملة فاذا الposition بتاعها واحد طب لو ما كانتش موجودة كان هيرجع له صفر ها تيجي نجربها بسرعة يلا بسرعة كده نجربها اهو حاجات بسيطة جدا يعني مش محتاجة ان انت تضيع وقت فيها وتجرب كل حاجة بنفسك لكن تبقى عارف ان الحاجات دي موجودة عشان بعد كده لما تحتاجها هتلاقيها بص هنا قال لك اه موجودة في الposition رقم واحد طب لو حاجة مش موجودة يعني انا لو كتبت مثلا هنا بدل ما هي SQL بس كتبت SS مثلا هنفترض يعني تعال انا نعمل ران كده اه رجع لك صفر صفر دي معناها ايه معناها ان الكلمة اللي حضرتك بتدور عليها دي مش موجودة طب خلي بالك كمان ان انت عندك version من character index ممكن تحدد وتقوله ابدأ دور من اول فين بتحدد اللي start ازاي يعني يعني انا ممكن اجا اقوله هنا دور من اول الحرف رقم مثلا ستة تيجي نشوف كده اللي يحصل عملنا run قالك ايه صفر ليه صفر لانه هو بدأ يبحث من اول الحرف رقم ستة لما يوصل الحرف رقم ستة ويبدأ يدور مش هيلاقي مش هيلاقي السيكوال صح سوري اه انا اسف انا مسحت بالغلط اه مش هيلاقي الايه مش هيلاقي الكلمة اللي انت بتدور عليها يبقى انت هنا ممكن تحدد وتقوله ابدأ دور من اول فين بالزبط دي حاجة مهم طيب ايه تاني فيه كمان عندنا الريبلايس الريبلايس بتعمل ايه من اسمها كده هتبدل حرف بحرف او مقطع بمقطع هنا ريبلايس هتبدل حرف بحرف او مقطع بمقطع فهنا انت بتقول ريبلايس وبتدي له الانبوت سترينج الاولاني وتدي له الساب سترينج او المقطع اللي انت عاوز تبدله ثم تدي له النيو ساب سترينج المقطع الجديد اللي انت عاوز تحطه مكان المقطع القديم يعني بص هنا كده قال له replace it is a good t ده ايه ده ده السترينج الاصلي اللي هو ممكن يكون عندك هو اسم العمود طيب أمال a t t ده المقطع اللي موجود في السترينج الاصلي اللي انت عاوز تغيره طب عاوز تغيره بايه عاوز تغيره بكلمة كوفي طيب تيجي نشوف كده تعال بسرعة كده نجرب الكلام ده سريعا اهو تعال هنا click mean best يلا نجرب الكلام ده ونشوف هنيعمل run اهو شايف ايه اللي حصل كلمة t عمل لها replace بكلمة ايه كوفي شايف t تشالت وتحط مكانها كوفي فدي تقدر برضو تستخدمها لو عاوز تبدل مقطع او جزء من الجملة بجزء اخر وده يعني امور وردة جدا بنحتاجها كتير طيب ايه تاني عندنا تعال نشوف كده على السريع عندنا ايضا الساب سترينج يعني ايه ساب سترينج تقدر ترجع او تعمل extract لجزء من الجملة يبقى انا عاوز عندي جملة عاوز ارجع منها جزء معين فهنا شوف كده على سبيل المثال قال له الساب سترينج ادي الامبوت سترينج بتاعنا اه عاوز تعمل ايه بقى قال له انا عاوز اقطع من اول الحرف رقم خمسة طب عاوز تقطع كام حرف قال له عاوز اقطع ست حروف يبقى انت هنا بتحدد نقطة البداية وبتحدد طول المقطع اللي انت عاوزه اقد ايه طيب تعال نجرب كده لو احنا رحنا على السيكوال سيرفر ونجربها تعال نبص بسرعة كده اهو paste نشوف كده الدنيا شكلها ايه نعمل execute اه تعال نركز كده شايف قال له طال من اول خمسة طيب تعال نعد كده ادي واحد اتنين تلات اربعة خمسة خمسة اولها الاس وبطول ايه قال له بطول ست حروف طيب ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة فهمت ازاي شوف بقى المثال الجميل ده المثال الجميل ده ضملك فيه اكتر من function مع بعض وهو ده بقى المهم اللي انت تبقى عارف خلاص انت عرفت ان عندك function بتعمل كذا وكذا 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 لكن بقى الشطارة بتاعتك ان انت تعرف تستخدمهم مع بعض بحيث ها تؤدي task معين هنا مثلا عنده ايه عنده ال email address حلو او قال لك انا عاوز اجيب اسم ال domain بتاع ال email تعارفين ال email بتاعنا بيعمل مثلا ازاي m.mdsoi.athotmail.com فانا عاوزين فقط اسم ال domain اللي هو بعد حرف ال at طيب اعملها ازاي احنا عشان نرجع جزء من الجملة احنا محتاجين substring كويس او فهنا هنقول استخدم لنا الفنكشن الاسمها substring حلو وهنديله العمود ال email بحيث يكون هو ال input string بتاعنا كويس اه بالسؤال بقى هتحدد ازاي اللي انت عاوز تقوله اقطع من بعد ال at صح مش ده اللي انت عاوزه مش انت عاوز تقوله كده اقطع من بعد حرف ال at هو انت هتعرف مكان ال at ازاي قالك مش احنا لسه واخدين مع بعض ال character index function اه كانت بتعمل ايه دي كانت بترجع لك ال position بتاع character معين في ال string صح والله فده اللي انا هعمله فقال له انا هبدأ من اول فين من اول بعد ال at بواحد طب اولا وجد لنا مكان ال at فين فقال له character index لل at في ال email حلو او يبقى ازا كده انت عرفت مكان ال at فين بالزبط ممتاز والله وانت عاوز من الاول ال at ولا من بعده لا من بعده عشان كده زودنا واحد ممتاز حلو جد طيب وبعدين هنقطع لحد فين عاوزين نقطع للنهاية طيب والنهاية دي هنعرفها ازاي قالك احنا عندنا function اسمها lint اه مالها دي lint دي بيجيب لي طول ال string كله كويس هجيب اللين اللي هو طول ال string كله واطرح منه ها الكاركتر اندكس بتاع ال at اه يعني انت كأنك بتقول انا عاوز اجيب ها الجزء المتبقي بعد ال at صح؟ فقالك هجيب اللين اللي هو الطول بتاع الايميل كامل ناقص الكاركتر اندكس بتاع ال at اه يبقى كده هيقول لي الجزء المتبقي مثلا خمس حروف ستة حروف سبع حروف يبقى هو ده الطول اللي انا عاوزه اللي احنا عاوزينه احنا عاوزين نقطع من الايميل من اول حرف ال at بلاس واحد وبطول اد ايه هو ده بقى الشطارة قالك لاخر الايه التكست خلاص يبقى عشان نعرف لحد اخر التكست ده كم حرف هتلينا اللين يبقى عرفنا طول الايميل ناقص ها حرف ال at يبقى احنا كده عرفنا من اول حرف ال at لاخر موجود كم حرف طيب تعال نجرب كده نعمل run اهو شايف الجمال اطاع لك اهو ال yahoo ال gmail اهو شايف وصل لحرف ال at وقطع من بعده لحد الاخر اوكي وهكذا طيب هل انا متوقع مني مثلا في هذا الفيديو ان انا همرة على كل ال functions لا ده بقى انا عاوزه من حضرتك لو انت مهتم بالموضوع ده مر بقى انت على ال functions دي واحد واحد كده وافتح المثال اللي عليها وجرج وشوف بتتعامل ازاي لكن احنا هنا القينا الضوء على string functions عرفناك ان في functions ضرورية لازم تبقى عرفها عشان تؤدي اي task عندك مطلوبة على strings خلاص شكرا لوا توقف